تغلبية كبيرة لصالح مشاريع القرارات المتعلقة بالبندين الحادي والخمسين والثاني والخمسين بما في ذلك مشروع القرار المعنون الجولان السوري المحتل والتي قدمتها كوبا وإندونيسيا الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أن تصويت الغالبية الساحقة من الدول لصالح مشاريع القرارات هو رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إسرائيل بأن تنهي احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة وأوضح الجعفري أن هذا التصويت خطوة تؤكد من جديد أن محاولة سلطات الاحتلال ضم الجولان السوري المحتل إجراءات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني ورد الجعفري على المندوب الإسرائيلي بعدما حاول صرف الأنظار عن كون كيانها الوحيدة الذي صوت منفردا ضد القرارات أنا أنصح ممثل إسرائيل بأن يستمر باللعب بالتليفون بين يديه بدلا من الحديث بالسياسة التي لا يفقهها ولا يفهم أسسها ولا مبادئها فهو مبتدئ في السياسة ولا يفهم أحكام مثاق هذه المنظمة الدولية إسرائيل سيد الرئيس قامت بضم الجولان السوري المحتل وصدر قرار لمجلس الأمن يدين هذا الضم قرار بالإجماع رقمه 497 لعام 1981 لكن هذا الممثل الإسرائيلي لم يكن قد ولد بعد لكي يتذكر هذا القرار ويفهم معانيه إن السياسات الاحتلالية الإسرائيلية سيد الرئيس في الأراضي العربية المحتلة قد فاقت وتجاوزت كل الممارسات الاستعمارية في تاريخ البشرية وكما يقول المثل العربي إذا بوليتم بالمعاصي فاستتروا كان الأجدر بممثل إسرائيل أن يستتر بعد أن صوت وفده وحده ضد مشروع قرار الجولان السوري المحتل بدلا من أن يجعل من نفسه مضحكة ومزحة سخيفة في عيون الوفود الحاضرة هنا